اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 عمرك هذا الفرحة هذه ما عندهاش تمن حينما دابين اليوم من هذا البنمر الناس اللي يتشوفينها كامل لازم هم يديروا الخير بو تايباوي فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة بو تايباوي تفضلوا تفضلوا يقدروا يرفضوها معلش ننزل لنا عندها خلوها تقدروا تلعوها هي الله تلعوها لا قدرتو تلعوها مشاركة الله يبارك، ربيسون إن شاء الله، ربيسون، تفضل، شكراً. إذن، مدابية المسؤول تلك سيفو ألجيري، مسير صفصاف، يتقدم اللي هنا، مسير صفصاف، سيفو ألجيري هم يخدمون هذه الدارة الطيبية؟ نحن نبعد لكم، بارفاق. الرسم هذا عبد العزيز جاب هنا، رسمته هنا عبد العزيز؟ نعم. وش هو هذا الرسم هذا وش تخيلت؟ رسمته منظر طبيعي. آه، منظر طبيعي، فيه الأشجار، الدار، الجبال؟ نعم. آه، برافو، برافو، برافو عبد العزيز، برافو عبد العزيز، إذن، الأولياء، على باركم بالرسم مهم، مهم جداً، ينمي الفكرة على الطفل، رايح لابونسي ديالو، قاعد تتبدل، خلوهم يرسموه، كي يكون الطفل هكذا، أنا بريميدي ولا، أعطيلو ورقة، وأعطيلو دكرية، وأعطيلو خلوه يرسم، خلوه يعبر، هذا الشيء مهم جداً في تربية أولادنا. شكراً، 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 فهم عمو يزيد كباقي الفنانين هو همزة وصلبرك لأنه الجزائري بطبيعته إنسان مولا خير يحبي دير الخير ولكن بالمرات يبحث عن المصداقية بالمرات يبحث عن الناس ما يوجدهم وشبالكين أرباب عامل كما يعاوننا. يأتي عمو يزيد مع الجمعيات يوري له الطريق يقولوا هاد الناس محتاجين هاد الناس ملاح أنك تساعدهم وإحنا هدا نداء نوجهه الجمعيات كذلك باش يعاونونا هما اللي يعرفون الناس اللي محتاجين باش نوجهوا هاد الرسالة هادي الكامل الناس اللي رم يشوفوا فينا ورم يسمعوا بنا نظن باللي اليوم هي آخر المطاف بتاع عملية آراء أفضل لأدرس أحسن. قولنا نحس الأولياء باش يديروا فحص طبي يففر دي تاست بريوديك بو احنا خيرنا العينين لأنه الحبيبتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان العيون انتوعوا يعني ما كانش ما أغلى منهم ما بلكم الطفل اللي يقرأ في المدرسة وهدوك العيون يقرأ بهم وإحنا برب إن شاء الله نحاول نعمو هاد المبادرة هادي آراء أفضل لأدرس أحسن. وانا قبل ما نبدأ درت أغنية هاد الأغنية هادي درتها من الفترة ما عندهاش بزاف باش نحث الناس على الصدقة كنا درنا حصة في حصة مع عمو يزيد كما تعرفوا في كل يوم كان موضوع كان موضوع تربوي نتكلموا عليه هاد الموضوع التربوي في كل مرة يعالج شيء. هذا كنهار كانت الصدقة وانا درت أغنية نقول إن كنت من الكرمائي فلا تبخل بالصدقاتي. تغنوا معي يا كامل يلا الصدقة. موسيقى إن كنت من الكرمائي فلا تبخل بالصدقاتي على الأيتام والفقرائي موسيقى 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 تصدق برباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا من الله من الله تلف الخير والبركات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالصدقة تزكي نفسك فيها سلام فيها إخاء والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء بالصدقة تطهر نفسك فيها سلام فيها إخاء والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء من الله من الله تلقى الخير والبركات من الله من الله تلقى الخير والبركات اشتركوا في القناة بالصدقة تطهر نفسك كان أغنية ثانية هذه الأغنية هذه جديدة عمرها ما تغنت لأول مرة طفل يتغنى بيئة المساعدة قلت ساعدني ساعدني محتاج لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي ونجنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي ونجنب لك ساعدني أرجوك سراء سراء الضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني أرجوك سراء الضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوقي إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوقي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك إنني معاق راطع سيري كن لي معينا كن تلقى من خيري إنني معاق راطع سيري كن لي معينا كن تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك يا أطفال تحبون أن ألغز راح نقول لكم لغز واللي جاوب على اللغز نعطوله الجائزة تحبون جوائز ليحب الجائزين في ذي دو زيد 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 لغز اليوم يقول لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يرتفع وينزل بدون أن يتحرك وش هي نبولة لا لا ماشي نبولة سحابة لا لا ماشي سحابة واسمك حمزة حمزة نعرفوك حمزة أنت مولف تجي نعم أكوا في مرحبا بك إذا حمزة وش هو الجواب الملائكة يتحركوا شيء وش هن شهل في عمرك ربع سنين شهل ربع سنين ربع شكيش ربع سنين ربع يلا مرو فضلي دقيقة عطيل ميكرو رحوا مننا شوية رحوا حكرناهم هدو رحوا مننا شوية رحوا مننا شوية يلا عطيل الشبه هدي شبه صغير علي قدامك دقيقة واسمك سافا واسمك سافا مرحبا بك وش هو اللغز الجواب الهلال الهلال لا لا الشاب هنا هو سابها سابها عطيله لي في الوسط عطيله الحرارة الحرارة الجواب هو الحرارة تعال تاخذ الجائزة عك اروح الجائزة تتمثل في سيدي ألبوم مدرستي مع ميزيد وكذلك عندك قبعة حصريا هذه القبعة عم يزيد وفيها آرة أفضل لأدرس أحسن إن شاء الله يفيدوك تفضل بتوفيق بتوفيق عفوا 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 نفليدي وش رايكم شكولي حب المدرسة تحبوا المدرسة رحي نروحوا الأغنية نقول فيها أنتوما على أبواب الدخول المدرسي نقول فيها صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب يلا كامل تغنوا معايا صباح الخير مدرستي صباح الخير يا مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتغنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتغنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب انتهت العطلة الصيفية ايام الراحة كذوى النوم عشنا أوقاتا هانية عدنا لك لطلب العلم انتهت العطلة الصيفية ايام الراحة كذوى النوم عشنا أوقاتا هانية عدنا لك صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتغنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 اشتغت لك من اعمار ما فرقت محيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي اشتقت لك من الأعمى ما فرقت مخيلتي اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي صباح خيري مدرستي جئنا لدق عليك البال اشتقت لك يا فاليتي واجعنا من بعد غياب فلا زال هناك نزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك نزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد صباح خيري مدرستي جئنا لدق عليك البال اشتقت لك يا فاليتي واجعنا من بعد غياب أنا درك حبيت ترحبوا معايا بصديقة وزميلة وهي بطلة جزائرية تعرفوها كامل راي حضر معنا اليوم سليمة سواكري تفضل لك يا فاليتي معايا رحبونا بسليمة سواكري لشرفتنا اليوم بالحضور مرحبا بك سليمة شرفتنا بزاف يطول عمرك قل لنا كلمة لهذه الوجهة النيرة اللي رمعانا اليوم على كل حال سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا فرحانا بزاف بزاف اليوم بسكو الامبيونس صراحي ما شاء الله عالم الطفولة عالم يعني رائع ونا حبي تعطوني تصفيقة حرة 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 على العمل أو يقوم به عمو يزيد فرحة نشوف وليدي فرحان خاصة في العطلة المدرسية ياتيكم صحة ومتشرف بوجودي معاكم اليوم ياتيك صحة يا زيد شكرا عمرك سليمة شكرا تصفيقة على سليمة سواكري ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني ولكن يا عطفال أنا راح تسمعوا الأغنية في الأخير هذاك المقطع اللي لازم تركزوا عليه يا أخي إذن ويلتي يا ويلتي موسيقى 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 ويلتي يا ويلتي نرأكم في واجبي ستعاقبني معلمتي في أشد العقابي موسيقى 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 قبل بدء الدرسي قالت هروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أفكام قبل بدء الدرسي قالت هروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أفكام ويلتي يا ويلتي لم أعطم بواجبي ستعاقبني معلمتي في أشد العقابي موسيقى 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 ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغدا وصرت الآن في محزيخي ويعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغدا وصرت الآن في محزيخي ويلتي يا ويلتي لم أعطم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقابي بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراكب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرة وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرة وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم في واجبي بدعاقبني معلمتي لأجد العقادي من اليوم فصعيدة سأفتم بواجبي وتلميذا مشتهدا ليفرح أمي وأبي من اليوم فصعيدة سأفتم بواجبي وتلميذا مشتهدا سأفتم بواجبي وتلميذا مشتهدا سأفتم بواجبي لأجد العقادي لأجد العقادي أعطي لهم الميكرو أعطي لهم أعطي لهم هاك هاك الدراسة جيدا الدراسة عطيل الشاب هادك تاني برافو برافو الدراسة دراسة أمرك فكرتني بواحد واحد تلقى ما وحد الجزائري هكذا قالوا انتم لزالجريا ناس ملاح بسح فيكم حاجة برك تقلقنا قالوا واش هي قالوا فيكم حاجة برك تقلقنا قالوا واش هي قالوا هذه هي هذه هي برافو الدراسة عطيل العروسة هذي طاعتهما واحترامهما طاعت الولدين والإحسن إليهما هذيك والله شكرا شكرا على الإجابة ولكن أنا بالنسبة لي البر بالولدين طاعت الولدين يا أطفال ما فيهاش نقاش ربي سبحانه ومصي عليهم في أول درجة ولا تقول لهم أفن ولا تنهرهما صدق الله العظيم إذن وش هو أجمل هدية تقدمها لولدك عطيل هذه الشباب هذي وين السكنية اسمين في سيم سطافا سيم سطافا جيتم سيم سطافا نعم الله يبارك مرحبا بكم تحية نلقى عنا سيم سطافا وش هو الجاوب بنتي الأدب والإحترام الأدب والإحترام والمحبة إليهم الله يبارك وش هو الكادو يعني الهدية اللي تقدمها لولدك أم أحبة أعطي الميكرو الشباب هذك لو قدم أم ياسيك أعطي له قلنا واسمك عكوش عبدالهادي الله يبارك وش هو الجواب الدياسة جيدا وأعطاهما نقطة جيدة بدافت الولدين يحبوك يتقرى مليح هذك هو أحسن أعطي له الميكرو نشبه هذيك أعطلها أعطلها أي مورك النجاح النجاح المتابرة في النجاح يا أطفال على بلكم طريق النجاح هو الجد والمثابرة المتابرة يا أخي راح نطرح لكم سؤال آخر وش هما الصفات اللي تحبوهم يكونوا في الصديق ندعكم وش هما الصفات اللي لازم يكونوا في صديقنا صديقنا ولا صديقتنا أعطي الميكرو طلعي شوية من هيك حقرناهم هذوك والا يا الله والا دقيقة دقيقة أعطي لهذه العروسة هذي يا الله واسمك بنتي رحمة فاتح وش الاجتهاد الاجتهاد يكون يقرى مليح نعم مليح والله هي شي جميل الاجتهاد لأنه الطفل بالمرات والديك يسقسوك يقول لك صاحبك يسكو يقرى مليح ما يقراش مليح وكامل مليح إذن مليح أنه صديق يكون يقرى مليح علش ترحت لكم هذا السؤال لأنه عم يزيد عم الغنية نقول فيها لي صديق صالح إذن يكون صالح لي صديق صالح حنين القلب طيبة ومخلص بالخير لي ناصح يكون نصوح يلا كامل صديقي لي صديق صالح حسن السلوك مؤتبة للخير لي ناصح عين القلب طيبة لي صديق صالح حسن السلوك مؤتبة للخير لي ناصح عين القلب طيبة صديقي 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 أخي ولفيقي بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه ما هو فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل صديقي 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 أخي ولفيقي موسيقى متفقاني في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نلاقشه بلا جدل متفقاني في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نلاقشه بلا جدل صديقي 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 أخي ولفيقي موسيقى موسيقى بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه ما هو فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه ما هو فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل صديقي 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 أخي ولفيقي موسيقى موسيقى متفقاني في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نلاقشه بلا جدل متفقاني في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نلاقشه بلا جدل صديقي 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 أخي ولفيقي موسيقى لي صديق صالح حسن السلوك مؤتبة للخير لي ناصح عين القلبي ضيبة لي صديق صالح حسن السلوك مؤتبة للخير لي ناصح عين القلبي ضيبة صديقي 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 أخي ورفيقي شكرا 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 برافو برافو إذن إن شاء الله يا ربي يوفقكم في اختيار الأصدقاء أنتعكم لأن الصديق هو الرفيق رفيق الدرب إذا لازم تعرفوا تختاروا أصدقاءكم كما عرفتوا اليوم أراكم هنا معظمكم استفادوا من هذه العملية هذه بتاع خمسمائة نضارة لخمسمائة تفل معوز ربي وفقنا نجهزهم إذن كين بعض الأطفال رح يمروا قدامنا رح نجهزهم درك النضارات والأطفال ما زل شوية ما زل شوية ما عليش سنختاروا بعض الأطفال نجهزهم قدامكم ونصرحكم بالنضارات وتدعونا بالخير ما زل شوية عيد ميلادك اليوم ما زل شوية عيد ميلادك اليوم عيد ميلادك اليوم 26 أنا 26 اليوم نعم عيد 29 قالي 26 الفتنف ما زل شوية عيد ميلادك اليوم لا لا الصغار برك لا أطفال وقتش ما زل في شهر مارس قوتي معي ما زل شكولي زيد اليوم وش من النهار زيد أروح معلش ويلد أنا سبعة وشهر وقتش زيد أقعد معنا معلش أروح مع أمو دور هكذا أرجع شوية أرجع بنتي أروح تعالى أبعيد تعالى يعني كان درجة أروح زيد تعالي يا أخي مارس أوكي ما زيت في مارس تعالي أروح أروح أنت زيتها في مارس تعالي مارس ثاني أروحي وقتش زيتها لا لا تقول وحدها عشرين قولي خفص عشرين على كل حال درتنا هذه الأغنية أروحوا منها تعالوا تعالوا هذه الأغنية درها عمو يزيد خصيصا حبيت أغنية جزائرية تتغنى بعيد ميلاد أولادنا أغنية جزائرية مكتوبة هنا نغنوها كامل مع بعض إذا نغنو لهم كامل عيد ميلادك أحلى عيد عيد ميلادك أحلى عيد موسيقى 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 النظارات قبل ما نروحوا لتوزيع النظارات راح نغني لكم اخر اغنية هاد الاغنية انا شخصيا نحبها كتير علاش لانها تتغنى بحقوق الطفل نقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وحنان من حق الطفولة من حق الطفولة صحة علم حب وامان من حق الطفولة صحة علم حب وحنان لا مقهور ولا مغلولة دعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان دعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان حتى وهو طفل سدير فكلامه ليس بممنوع فلاه الحق في التعبير حتى يكون صوت مسموع واجب نقبيه نتكفى ليعيش في عزوهنان لا ندفعه للعمل فلا زاله صغر ضعفا من حق الطفولة صحة علم حب وحنان لا مقهور ولا مغلولة دعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان دعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو الجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلدة من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو الجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلدة من حق الطفولة صحة علم حب وحنان لا مقهور ولا مغلولة دعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبت وله الحق في الغذاء ليبقى سليما جاسا ونعامله بحق وحنان لا بالعنف ولا بالضرب من حق الطفولة صحة علم حب وحنان لا مقهور ولا مدلولة دعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نحب الجرية في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حب وحنان لا مقهور ولا مدلولة دعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها جمعية نشاطات الشباب والطفولة القدس بشراء قدروا عن كونكور هنا نحن لذلك سوف يتشاهدون بالمجان من الوقت النصح سوف يتجعلون الشهادت أم لذلك ام لذلك الأطفال اللي شاركوا في الكونكورتها الإكس بوكس يوم 11 مارس و 12 مارس اللي يربحوا في الكونكور ليوم باش يدوا لك هذو تحهم برافو ودركة راح يتغنوا كامل معايا أغنية نهاية الحصة لأنه انتهى الحفل لتعنا هي لا تحزنوا حنا الوداع يا أصدقاء يلا كامل لا تحزنوا حنا الوداع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه ياسين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه ياسين